كان يا مكان كان فيه ولد شاطر جدا وشجاع اسمه عمار النهاردة كان يوم مميز جدا عند عمار لان عمار قرر انه يعمل اكيب ببيه في الحمام عمار كان خايف شوية ولكن اتشجع وخرج علشان يقول لمامته انه هو هيعمل اكيب ببيه في الحمام وهو رايح لمامته كان متردد وخايف وقعد يقول يا ترى اعمل اكيب ببيه في الحمام النهاردة ولا مش لازم ولان عمار شجاع جدا فقال لأ انا هروح اقول لماما يا ماما انا قررت اعمل اكيب ببيه في الحمام النهاردة ان شاء الله انت متأكد يا عمار انت شكلك خايف قوي حبيب انا عايزة اقول لك حاجة مهمة قوي يا عمار الخوف احساس طبيعي وكل الناس بتخاف وعادي ان احنا نخاف كل مشاعرنا طبيعية وكل مشاعرنا مقبولة وانا يهمني ان انت تكون متطمن في اي حاجة بتعملها بصراحة يا ماما انا خايف شوية ولكن انا متحمس اني اجرب حاجة جديدة يلا بينا نروح وانجرب راح عمار ومامته على الحمام يا عمار اي رأيك تحب ادخل معاك الحمام ولا تحب استناك هنا بصراحة يا ماما انا خايف شوية لو سمحت ممكن تيجي معايا الحمام حاضر يا حبيبي يلا بينا دخل عمار الحمام وكان خايف جدا ولكن قعد على الحمام وعمل اكيب ببيه في الحمام برافو عليك يا عمار انت بطل وقوي وشجاع نزل عمار ولبس هدومه ودرب السفون وبعدين راح عالخود وغشل ايده بالمية والصابون كويس جدا وبعدين خرج مع مامته لما عمار ومامته خرجوا الصالة مامته قالت له انا فخورة بيك جدا يا عمار انت بطل وقوي وشجاع انت قدرت تعمل اكيب ببيه في الحمام لوحدك برافو عليك يا عمار ما شاء الله عليك شكرا يا ماما لانك دايما بتشجعيني وبتساعديني وبتطمنيني ربنا يخليك لي وتوتا توتا خلصت الحدوتة موسيقى اشتركوا في القناة